اشتركوا في القناة كل اخبارنا اول باول ان شاء الله وتعرفوا جدول الحسس الموجود في صفحة الفيس وهو جروب الفيس كمان بندعوكم اولاد بعد من خلص الفيديو ده لو انت طبعا شايف الفيديو ده في خلال 3 ايام من تنزيله يبقى انت كده تقدر تخش تحل معنا الكوز الموجود في فصول كل الاكواد وكل اللينكات اللي تفاهمك ازاي تشترك معنا مجانا اه موجودة تحت الفيديو ده تقدر انت اه تشوف الاكواد وتشوف اللينكات اللي تقدر تساعدك على الانضمام لنا سهل جدا يا ولاد في اقل من دقيق تكون منضم لنا في الكلاس اه النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اه يونيت فور ليسون وان خلصنا اه الماء ساندويت وخلصنا الهيت امرجي وخلصنا اه الاتموسفير والاكسجين والنيتروجين والكربون دايكسايد تعالوا بقى نتكلم شوية بايولوجي نتكلم عن يونيت اه فور ليسون وان اللي هي يا ولاد بعنوان هيومن نيرفوس سيستيم هيومن نيرفوس سيستيم يعني ايه مستر يعني يا ولاد كلمة نيرفوس يعني العصبي يعني هو الجهاز العصبي في جسمنا مستر هو النيرفوس سيستيم ده مهم هل زي كده عايز اقول لك ان هو اهم واحد فيهم كله هو يعني المدير بتاع جسمك هو اللي بيتحكم في جسمك هنشوف ازاي نبدأ اول حاجة يا ولاد كده يعتبر اللي هو السيستيم المسؤول عن يطال مسؤول عن ايه فعلا هو انت تقدر تاكل من غير ما تاخد امر من المخ عندك من البرين عندك اللي انت تاكل تقدر تجري من غير ما تاخد اوامر من المخ عندك اللي انت تجري لا طبعا يبقى هو ده يعتبر يعني 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 هو الاهم هو اللي بيتحكم طبعا مستر هو بيتكون من ايه نيرفوس سيستيم ده طبعا يا ولاد بيتكون من تلات اجزاء رئيسية تمام اللي هم او يعني تلات اعضاء رئيسية اللي هم مين اللي هم المخ ده طبعا اللي انا بشاور عليه دلوقتي كل ده يعتبر يا ولاد المخ بتاعنا مين كمان اللي هو فين يا مستر اللي هو الحبل اللي لونه بني يا ولاد اللي ماشي جوا ده اللي انا شاورت عليه دلوقتي وطبعا بيمتد بطول جسمنا فين ماشي في اللي هو العمود الفقري اللي في ظهرنا ماشي جواه مين ده اللي هو بيروا عليه باسم حبل شوكي وهنا طبعا المخ مش عايز ترجم كتير بس يعني عشان الكلمات جديدة عليكوا شوية نمبر ثري النيرفز اللي هي من الأعصاب شايفين بقى الخيوط اللي طالع دي شايفين كل الخيوط اللي طالع في المخ دي عندنا واللي طالع في جسمنا كله وماشي في جسمنا كله دي بسموها باسم نيرفيز اللي هي الأعصاب طيب يبقى كده يا مستر في الصفحة دي قبل كده من شيلها قبل قبل من شيلها آآ عارفنا عنها ان احنا عندنا سيستم مهم جدا في جسمنا اللي هو يعتبر اسمه طيب بيعمل يا مستر يعني بيتحكم في كل الأجهزة اللي في جسمك مين بتاعته مين كمان ومين كمان الأعصاب طب تعالوا بقى نشوف سؤال مهم ليه يعتبر هو يعتبر اهم في جسمك ليه يعني يتحكم وينظم يعني كل العمليات الحيوية في جسمنا اللي بتحكي فيها زي ما قلت لكم اللي هي عملية الهضم عملية الاخراج كل العمليات الحيوية اللي بتحصل في جسمنا هو اللي بيعمل لها كنترول وبيعمل طبعا يعني ينظم وطبعا كنترول يتحكم طب بيتعمل ايه كمان طب ايه نمبر تو يا مستر كلمة دي يا ولادي يعني مسؤول عن هو المسؤول عن معرفة الأشياء هل هي يعني انت وتجنبكو بيت شاي وبتمسكها تقولي يا مستر ده بارد خلاص أو تقولي يا مستر ده ده سخنة أوي الشاي مش عارفة همسكه مين يا ولادي اللي دالك الإحساس بأن الحاجة هو يعني هل هي طعمها حلوة ولا طعمها قابض مر من اللي بيخليك تدوق الحاجة وتعرف ان هي حلوة او مرة هو أيه كمان يعني هل هي الحاجة دي خشنة لما تمسك مثلا قماشة وتكون خشنة أو طبعا اللي هي نعمة او الجسم ده بيكون نعم مين المسؤول عن الكلام ده هو برضو النيرفا سيستم شوف بيعمل يا ولاد ريجوليات كونترول زا فيتال بريشنز او زا فيتال بروسس او زا فيتال بروسس او زا باطي العمليات الحيوية في جسم ايه كمان ريس بونس بل فور نوين افتينج افتينج او هوت او كولد سويت او بيتر رف او سموث طب بتعمل ايه كمان نيرفا سيستم انا تطلعت مهمة او تعالوا نشوف يعني هو بيتحكم او بينظم ينظم هنا اه يا مستر ده هو بينظم كلمة دي يا ولاد يعني الاستجابات الاستجابات بتاعت جسمنا يعني يا مستر يعني لو واحد حصل اتحطف موقف يا ولاد مسلا في فرح هيبقى ايه طبعا مبين على تعبيراته الشوء ان هو فرحان هابيسة طب لو كان موقف فيه زعل يبقى هيكون ساد من المسؤول ان هو ينظم لك الاستجابات دي يعني لو تشوفت انت واحد بقى بتقوله موقف حلو تمام او موقف فرح كده وبيعايت هل كده يبقى اعتبر سليم او يعني لا 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 او واحد موقف مسلا حزين خبر مش كويس وبيضحك هتقعرف اعطولي ان هو اكيد فيه حاجة مش مزبوطة في عنده يعني هو اللي بيخليك طبعا هو اللي بيخليك غضبان او هادي صح هو اللي بينظم لك الاستجابات دي حد مسلا عمل معك مشكلة او حد زعالك في حاجة انت اكيد هتكون صح كده مين اللي بينظم بقى الريسبونسيز دي كلها هو طب بتعمل حاجة تاني اه تعالي تعالي ده بيعمل حاجة تاني وانا مثل لو جالي في الامتحان اكتب الاربع عدول لا طبعا انت ممكن تكتب واحدة اتنين تكون حافظهم كويس جدا طبعا البيعي معروف لانه ممكن يجيلك في الامتحان العصد عشان تبعى عارف نصا كامل اللي يكتب تكون حافظ لك اتنين سهلين تكتبهم لكن طبعا ممكن يجيلك في الامتحان يقول لك كده دي فاضية تمام بانت اكيد الفهم تنوع ايه بينظم من اللي هي الاستجابات وهكذا برضو هنا بمعنى ينظم يا ولاد الوظائف المتعددة وظائف متعددة تمام اللي هي بتتمي يعني بجسم الانسان او عن طريق جسم الانسان زي مين يا مستر موينج الهضم التنفس الهو التفكير مين اللي بينظم كل الوظائف دي اكيد طبعا تفتكروا يا ولاد لسه الحد دلوقتي ده مش مهم لا يا مستر ده مهم جدا شايفين بيعمل ايه كل الحاجات دي طبعا بتاعت يبقى في اكزام هنقول الحاجات دي اثنين تلاتة منهم يبقى كويس جدا وتكون عارفهم كويس جدا تعالوا تعالوا نشوف حاجة مهمة جدا مهمة 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 بيسموها باسم ايه نيرفي سيل احنا اخدنا انيمال سيل تفاكرين ما كناش نعرف بقى ان كان في حاجة اسمها دي حاجة خاصة يا مصر بالاعصاب اه سبحان الله الجهاز العصبي كده الواحيد يا ولاد ليه سيل كده مختلفة خالص غير الانيمال والبلانت اللي احنا اخدناهم السنة القبل اللي فاتت طيب بيسموها باسم ايه بيسموها باسم نيرفي سيل طيب وليها اسم شهرة اه بيدلعوها شوية الدكاترة والناس معروفة والعلماء معروفة باسم يا ولاد نيرون سيل نيرون سيل يبا لو قالك في الامتحان نيرون سيل هي معناها النيرفي سيل اللي هي مين برضو يا مصر اللي هي تيجي لك في الامتحان سينتيفك تير يقولك كده تقوله طبعا نيرون سيل في الامتحانات بتاعتنا في الكوز عجبها لك تمام هتقوله ايه النيرون او ممكن تقولي النيرفي سيل طيب يا مستر لو احنا بقى جينا وحبنا نعرف بتاع النيرون سيل او النيرفي سيل دي بتتكون من ايه الولماء يا ولاد قسموها لجزئين جزئين اساسيين مين هما يا مستر الجزئين دول شايفين اللي انا من اول هنا كده لحد يعني الهد دي كلها الراس دي كلها يا ولاد المنطقة دي كلها كده دي بيسموها باسم امسحها عشان تعرفوا تشوفوه سيل بادي كل المكان ده كله الهد دي كلها الراس دي كلها بيسموه باسم سيل بادي يبقى ده اول بارت يا ولاد يبقى لو جالك في الامتحان وقالك كده نيرون سيل كونسيس تتكون من ايه النيرون سيل هتقولي بتتكون من سيل بادي السيل بادي الجسم بتاعها الرئيسي ونمبر تو الديل ده يا ولاد شايفين اللي انا ماشي عليه بالقلم ده اللي جوه خلي بالك اللي بالزرق مش بالاخضر اللي جوه اللي ماشي جوه ده الديل بتاعها ده بيسموه باسم امسحها يبقى تكون من جزئين اساسيين نمبر ون ده سيل بادي اسمه السيل بادي نمبر تو اللي هو المحور برعلي محور محور بتاعها الديل بتاعها تمام كده طيب يا ميستر تعال بقى نتعمق فيها شوية كمان يلا ذا سيل بادي نمسك اول حاجة الهيت بتاعتها الراس دي ليه السيل بادي دي عبارة عن ايه يا ولاد بتتكون من نيوكليس طبعا ايه اي سيل فيها نيوكليس ايه 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 با لو شاول لي هنا في الامتحان وعمل لي السهم كده عليها اروح ايه له مفقاش كلاه طب ايه كمان فين يا مستر اللي احنا متعودين عليه اولاد النقط الكتير بس طبعا هنا عملها لك ايه اه باللون اللي انتم شايفينه ده اللي هو الاصفر ده يبقى ده السيتو بلازم ايه كمان بتتكون من بلازما ميمبرين فين يا مستر بلازما ميمبرين اللي هو الجدار بتاعها ده اولاد بلازما ميمبرين اقول انا ماشي عليه باللحمر ده يبقى لو شاول لي عليها من برا كده هقول له بلازما ميمبرين طيب مستر كده عرفنا السيل بادي بيتكون من ايه تاني كده بتكون من نيوكليس سيتو بلاز سيتو بلازم واللي برا ده بلازما ميمبرين طيب هو ايه مستر الشجرة للخارجة دي ايه عملا زي الشجرة كده ليه مستر حمش بدين نتكلم يعني من الاول ما شفناها لا عندكم حق صح هي اللي خارجة منها دي بيسموها باسم يعني لو شاول لك هنا في الامتحان ودي بتيجي كتير جدا وقال لك دي اسمها ايه هتقول له اسمها يبقى دي السيل بادي مليان السيل بادي يا مستر في نيوكليس في سيتو بلازم في بلازما ميمبرين في اهم حاجة برافو عليك طب السؤال المهم واللي بيتكرر كتير ايه اهمية الشبكة دي الشجرة دي اهميتها ايه تخيل يا ولاد خلي بالك هو انت اعصبنا كله سيل واحدة لا يا مستر دي ما بتشافش بالعين دي اصلا برافو عليك يعني في منها مليونز او بليونز كمان ملايين وبلايين يعني مليارات في جسمنا صح كده شايفين بقى الشجرة انتو كنت بتتراهوا عليها من شوية دي اه الشجرة دي شبكة في السل اللي جنبها كده كده ادي الهيد ايه في الشجرة تانية يعني يا مستر اه اظهر ان هي عاملة كده بصوا الصورة دي كده عاملة كده يا ولاد شايفين عاملة ازاي زي شبكة متشابكة يا بس سؤال المهم نرجع له بقى تاني كده ايه اهمية الشجر ده او الشبكة دي متوصلة مع الجرام بتوحها اللي هما شبهها عايب بزبط ما تكون انت واف انت وصحابك وعملين زي دايرة كده ومشبكين ايديكو في بعض صح كده نفس الفكرة صوابها كون متشبكة في بعضها كده هي بتعمل ايه او ممكن تقول مسلا يعني عشان تجيب كلمة يعني كلمة اللي هو التشابك بيسموه باسم التشابك العصبية ايه مستر يعني هما بيتشبكوا في بعض عشان يعملوا اللي هو التشابك العصب الورقة دي فيها حاجة حاول كده ما تفوتهش لما فيمتههش يسمحها مرة تانية كل اللي فيها انا بشرح لك بتاع النيرون سيل او النيرف سيل عرفنا السيل بادي في ايه صح كده في نيوكليس في سيتو بلازب في بلازما ميمبرين في الدندريتز وكل اللي قلته لك اهمية الدندريتز دي بتشبك السيلز ببعضة يبقى كونيكتينج ذا نيبورينج نيرون سيلز تو فورم ساينبس طب تعالوا نشوف الاكسون بقى يعني هو مولوش نفسه وكمان نعرف ده بيتكون من ايه الاكسون ده يا ولاد اللي هو الديل ده هو عبارة عن ايه اسمع كده يعني عام زي الاستوانة سيلندر عاملة كده لو كبرناها تحت الميكروسكوب سيلندر متغطي بطبقة دهنية سبحان الله اللي هي الطبقة اللي هي اللي فوق دي يا ولاد اهي الغلاف ده الطبقة دي عشان تحميه 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 طب اسمها ايه يا مستر الطبقة دي اسمها مايالين او الميالين شيث بيسموه كده مايالين شيث الميالين شيث اللي هو بيسموه باسمه غلاف بالعربي اسمه غلاف الميالين او الميالين يبقى اسمها مايالين شيث اللي هو الغلاف ده يبقى لو جالك في الامتحان شاولك عليها من بره من بره يبقى اسمها مايالين شيث طب لو شاولك عليها من جوة الخط اللي جوة اللي ماشي جوة طب ده اخره ايه اخره حاجة اسمها بس طبعا عندنا احنا اللي هي الاطراف النهايات يبقى هتقول له يا مستر بينتعي بالنهايات يارب نكون فهمنا مهمة جدا طبعا السؤال مهم برضو تبتلك لأولاد ايه وظيفة تقول لي يا مستر دي بتتوصل بالماصلز بتاعتنا عضلات جسمنا تمام يعني وليكن دي عضلات ايديك وانت جات اشارة من مخك ان مثلا في دبوس شك ايديك فتوصل الاشارة للماصلز ديت لعضلات دي عشان تخلي ايديك تسحبها او تسحب ايديك تحرك ايديك او ثلاث ساعت من النار يبقى ايه فايدة هي مصدر متوصلة بالماصلز بها عشان نتحرك يبقى وظيفتها ايه طبعا هي بتوصلة بايه يا ولاد بالعضلات فهمنا يبقى ده كده بتاع او يارب نكون فهمناه ان شاء الله الحصة اللي جاية الجزء التاني هنتكلم عن بقى بيتكون من ايه وتقسيمته بتقسيم الايه بالزبط يا ولاد ما ننساش نعمل لايك للفيديو لو عجبنا ونتابع طبعا ونشوف الكوز بتاعنا اللي موجود في مستر ساينس كلاسروم ونعمل سبسكرايب للقناة ونعمل فولو صفحة مستر ساينس على الفيسبوك ضروري جدا عشان تتابع كل الاخبار بتاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته